عبر عن رأيه بحرية فانتهى به الأمر فاقدا عمله المذيع المخدرم جيم كلانسي وبعد 34 عاما من العمل مع قناة CNN أعلن استقالته القناة لم توضح سبب انتهاء خدمة كلانسي معها كما لم يفعل كلانسي نفسه إلا أن التقارير الأعلامية ربطت استقالته بالحرب الكلامية التي دارت بينه وبين داعمين لإسرائيل على تويتر بعد هجمات شارلي إبدو في فرنسا كلانسي الذي عمل مراسلا في بيروت ولندن وبيرلين قبل أن يعين مذيعا رئيسيا في القناة كان قد لمح إلى تحريد إسرائيل للفرنسيين على زيادة الهجمات والضغوط على المسلمين وقبل ذلك كتب أيضا الرسوم الكاريكاتيرية لم تسخر من النبي محمد بل سخرت من الذين يحاولون تشويها كلامه انتبهوا ثم كتب أن الدعاية الإسرائيلية تتحمل جزءا من مسؤولية هجوم شارلي إبدو محاسبة السي أن أن موظفيها على حرية الرأي ليست جديدة العالمية اللبنانية الأمريكية أوكتافيا نصر كانت قد فصلت من الشبكة نفسها بعد عملها هناك نحو عشرين عاما كبيرة لمحرري شؤون الشرق الأوسط في القناة وذلك بسبب تعليقها العلني على حسابها في التويتر عام 2010 الذي أظهرت فيه الاحترام للمرجع الشعي الراحل السيد محمد حسين فضل الله قبل نصر بشهر واحد تقريبا كان دور العالمية الأمريكية اللبنانية الراحلة ألين توماس التي كانت توصف بأنها عميدة صحفي البيت الأبيض أعلنت توماس تقاعدها بعدما شهدت في لقطات فيديو وهي تقول أنه يجب على الإسرائيليين الخروج من فلسطين مقترحة أن يعودوا إلى أوطانهم في ألمانيا أو بولندا أو الولايات المتحدة فلاقت هذه التصريحات تنديدا واسعا نطاق شركة وولد ديزني لم تستوعب بدورها حرية الرأي كثيرا فمنذ نحو عام تقريبا تخلت هذه الشركة عن صوت الشخصية الكرتونية الشهيرة العنبطوط باللغة العربية التي يؤديها الفنان والمنصور بعدما أعرب هذا الفنان المصري في صفحته على تويتر عن أمله بفناء إسرائيل مؤكدا أنه يبغض الصهاينة وكتب في تغريدة بداخل غضب يزداد مع كل طفل يقتلونه وأرض يسلبونها فسببت هذه التغريدة لاستغناء عن خدمته ترجمة نانسي قنقر